السلام عليكم أحبائي اليوم سوف نمر إلى نص قرائي جديد تحت عنوار في المقرى وسنقوم بالإجابة عن أسئلة النص أولا الشروحات لوحة الشمس لون بشرتهم غيرت الشمس لون بشرتهم إلى الأسوأ الحجد الجمع من الناس يتبع ترية ناطر ويتفرق المقتد الممتلئ تقدر الحجارة تلتهم الحجارة من شدة الجو أحدد نوعية النص نص سردي مجاله المجال السكاني أستخرج أربع عبارات من النص تدرع على مجاله المقرى المزدحم بأنواع البشر الأسوأة مستداخلة أطفال زفارتهم أمهاتهم إلى الشارع لم يرجع الناس إلى المقرى هربا من حياتهم البيئية ومن نفوسهم التي داقت مرارة العيش يتميز فضاء المقرى بإزدحام والدجيج والفوضى بأنواع وأشكال كثيرة من البشر وكثرة المتسوينين والأشقياء وكثرة الروائح الحواس التي ودفتها الكاتبة في الوصف البشر البشر لوحت الشمس بشرتهم بالمشروبات ألمحوا ألوفا رجل كماشة التجاعد وجههم السمع الأصوات المستداخلة حينا تكرر كالهمس وحينا كالصراخ الشم جو المقهى يعبقوا بروائح القهوة والمشروبات النمس نال وجه بعض الرداد الساخن الزبنة نساء بائسات محنية للزمن المو متلفعة بألوان من الشوادر والعباءات لا هم له نسبة فريق هذا الشقاء ولا يملكنا ثمن حبة تمنع الحمل رجال عجائز فقدوا أسنانهم وشعر رؤوسهم وذوء عيونهم صبيات جميلات أطفال من زفارتهم أمهاتهم في الشارع الخادعاء حفات ممزق الأقدام متسخ الوجوه خشني الأكف الحدث المحوري في النص دخول أسرد إلى مقهى مكتد بالبؤساء من الزبناء والمتسوينين واسياؤها من هول ما رأت عينها الشكل غيرت وضع جلوسي فإذا بعيني تصدم بوجهي الذي يجلس أمامي وقد داهمته شرقة حادة احسقنت لها حدقاتاه وتطير نثار الشاي من فمي وفتحتي أنفه ونال وجهي بعض الرداد الساخن في المقهى المكتد بزمنائه يكثر المتسولون يدخلون ويخرجون مرين بين الطاولات نساء محنيات للزمن المر المتلفعات بألوان من الشوادر والعباءات رجال عجائز فقدوا أسنانهم وشعر رؤوسهم ودوء عيونهم صبيات جميلات وأطفال زفرتهم الأمهات إلى الشوارع الخادعة حفات ممزق الأقدام متسخ الوجوه خشني الأقف كأن الطفولة غادرتها تراقب عين الأيدي الكثير التي تمتد إلى الرواج ترتد خائبة أو ضافرة والشفاه شاكرة أو لاعنة تناثر كالغبار وقد بح صوت الرجال فيها أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا وإلى حسة أخرى بحول الله ترجمة نانسي قنقر